في موضوع آخر تعرضت شركة طائرة تابعة لشركة تصليل الحديث أثناء الهبوط بمطار ويرغرا الحديث تسبب في تعطو الخروج العجلة الجانبية وذكر مراسلنا أن الطائرة لا تزال علي قبل مدرج وتسببت في حلم الهلع وسط المسافرين مشلل أن الطائرة تعرضت لأضرار خفيفة دون وقوع إصابة تذكر الحديث في هذا الموضوع والحوادث المتكررة في الجزائر سعد باستضافة سيد زياد غريسي نائب رئيس نقابة نقابة طيارين الجزائريين بشركة تصليل مرحبا لك سيد غريسي سهلا وسهلا وشكرا للدواء البداية السؤال الذي يطرح ما حقيقة هذه الحوادث المتكررة في شركة تصليل بالنسبة لحوادث المتكررة سبق وأن تكلمنا عن هذه المشاكل سابقا تقريبا من ست أشهر أو خمس أشهر للسنة الماضية وكانوا فيه دلالات ومؤشرات عن الكوارث الجوية التي لا حال ستؤثر على سلامة المسافرين والمجال الجوي الجزائري وطالبنا الإدارة عن طريق وسائل الإعلام أن تفتح باب الحوار مع النقابة وكذا المسؤولين مختصين لتحسين ظروف العمل والاستماع إلى المتخصصين وخاصة الطيارين والتقنيين سيد غريسي أفهم من كلامك أن قضية اليوم أو الحوادث المتكررة تعود إلى نقص التسيير أو سوء التسيير أؤكد هذا الكلام في عالم طيران لا يخفي عنك أنه في عالم طيران لا يوجد ما يسمى بالمشكل التقني المشكل التقني هو نتيجة العامل البشري المرتبط بسوء التسيير والضغوطات التي تميزها الإدارة ضد كل العمال وظروف العمل لا توجد ظروف عمل مريحة للعمال يعني في عدد أسباب قد نتكلم عنها طيب نتكلم على الحادث اليوم حسب مصادر من داخل التسيير يتكلم على أنه قضية الطائرة أنه العجلة الجانبية اليسرى لم ربما كان فيها خلل تقني ولهذا صرح الحادث جاوبتك عن الكلام الخلل تقني هو نتيجة ممكن إهمال من قبل الشخص أو ممكن خبل تقنيين لا أتكمل على التقنيين لأنه عدنا أحسن تقنيين في المستوى الوطني لكن ممكن حتى التقني أو حتى الطيارة نتكلم كقائد طائرة يعني ممكن نعمل أخطاء لو كنا في ظروف عمل غير ملائمة تكلمنا سابقا أنه الظروف العمل الحالية لا تشجع لا الطيار ولا التقني ولا أي عامل في أي شركة وطنية خاصة في الطيران لأنه في الطيران لا يوجد أشلاب يا أخي الكريم الطيران لو يخطئ الإنسان ممكن تأدي لك كارثة مميتة لازم يكون الإنسان مناسب في المكان المناسب ما معنى هذا الحديث الإنسان المناسب في المكان المناسب يوجد مسؤولين ربما لا يتمتعون بالخبرات اللازمة في شركة طائرة تصيرية يعني في سبيل المثال يعني أهم شيء في الشركة في شركة طائران هي تكوين طيارين يعني أهم أهم يعني مديرية تكوين معروف مديرية تكوين مديرية تكوين تخيل يا أخي الكريم أنه أنه الشخص اللي يعني الإدارة عطيت له هذا الملف التاقيل مدير تكوين يعني يعني مش مدير تكوين يعني المسؤولة على التكوين الطيارين يعني ممكن تتذكروا يعني هو يعني الإنسان اللي اللي صراط له حادثة يعني تقريبا لسنة سنة ونص يعني حادثة اللي جعلت الاندار الاندار دولي حادثة الاندار اللي تكلمنا عليها السابقة وتكلمت عليها جميع وسائل الإعلام وطنية والخاصة ممكن حتى العالمية اللي عملت يعني ألرت في ربع دول ربع دول يعني المجاورة على أساس أنه طائرة مختطفة على أساس أنه طائرة مختطفة لكن نوضح سورة للمشاهد كأساس طائرة مختطفة وهو خطأ جاسيم وقع فيه زميل لكن بنسبة الإدارة هل يوقل أن نعطي يعني المسؤولية تكوين طيارين لشخص يعني مثل هذا تكلمنا أنا أنا بصفتي نقابي تكلمت مع المدير العام في آخر اجتماع معنا تقريبا لخمس أشهر تكلمت له أنا قلت له لازم لازم نعطي المسؤولية للإنسان لعندهم كفاءة لعندهم خبرة في شركة يعني فيها كفاءة تعدى في ناس مثلا إحنا يعني حتى للشابب إحنا متخرجين من أكاديميات في بريطانيا يعني بصفتي خاصة تخرجت في سنة ألفين في الألفينات في بداية الألفينات من أكاديمية أوكسفورد في ناس اللي عندهم خبرات أكثر مني ألف مرة مفروض نعطولهم يعني الفرصة الفرصة أنه أنه يحسنوا من من الطيارين من من الأداء ورفع رأياني للسطوندينج للأفياسيون في الشركة لكن نحن متأسفين لأن الإدارة بعد آخر اجتماع اللي قمنا به قبل خمس أشهر قاموا بقطع كل الأعلاقات وكل الاتصالات مع جميع النقابات لما نقول لك جميع النقابات كان قابلتنا نقابتنا لسنديكا دي بيلو دي الإناجيين كذلك لوجيتيات والتكنيسيات يعني أغلق كل باب الحوار يعني تخيل أن الإدارة تقوم باتخاذ القرارات والتطبيق لحالها بدون مشاوة فكيف في ذلك الوقت كانت هناك اتهامات للنقابة بتشويه سمعة الشركة كيفاش أنا نشو سمحني أخيك لا للنقابات عليش أنا نعطيك الجواب أنا نعطيك الجواب ما أثر على المداخين وما أثر كذلك على ربما ما ليش أنا ذلك نجاوبك على هذا الكلام يعني تقلت لنقابات شوهة الشركة كيف الشركة يعني اللي أنا بس أنا من يقوم هم أنا نجاوب على الناس هادم يعني أنا ما سمعتش هذا الكلام النقابات من وظيفتي كنقابي أني أبلغ على كل يعني كل مشكل صغيرة أو كبيرة للسلطات المفروض للإدارة لو غلقت باب الحوار نروح للسلطات الأعلى هذه وظيفة هذا واجبي يعني كنقابي ومنها وسائل الإعلام احنا وجينا اليوم وسائل الإعلام لنقص يعني الإندار الخطر لأنه في وتكلمت سابقا يعني أنه سلامة المسافرين يعني بالظروف الحالية للعمال لا تسمح يعني لا تؤشر بخير يعني ما عنداش مؤشرات إيجابية أعطيتني مثال على سوء التسيير أو ربما على من مشاكل الإدارة لكن كذلك لم تتكلم عن الضغط الذي يمارس على طيارين أو تقنين أو عمل تسيلي فيضة ما هو طبيعة هذا الضغط الممارس لكي نخاف على مسافرين الذين يتنقلون عبر شركة تسيلي أهلايز يعني بالنسبة المسافرين إن شاء الله ما يكونش في خوف عليهم يعني مدام إحنا متواجدين كطيارين في القمرى يعني طيارين جزائرين من أحسن طيارين في العالم يعني يدون خبرة ويعني حتى لو كانت قارن الحوادث طيران التي تجرى في العالم كله يعني الجزائر في مرتبة محترمة في أمان سلام الطيران لكن إحنا مدابين يعني نكونوا من أفضل ممكن رقم واحد علش لا مثل الشركة التسيلي هي شركة فاتية جديدة يعني لها تقريبا عشرين سنة من تأسيس من المفروض تكون يعني بدايتها انطلاقة انطلاقة قوية وخاصة أنها يعني استفادت من خبرة الطيارين والتقنيين والإداريين كذلك اللي كان عندهم خبرة من قبل مثل احنا يعني كنا كانت عنا خبرة قبل من نجول للشركة بين قوسين فقط حادث مثل اليوم هي طائرة صغيرة تقل لعشرين شخص لكن لو كانت طائرة بوينج أو طائرة ايربيس ربما كانت الخسائر أكثر وخسائر بشارية خسائر بشارية هذا يعني الحمد لله انه اليوم هادم زملائي وجدهم تحية والحمد لله على سلامتهم ما زل متصلش بهم يعني هم أنا بالنسبة إلي هم يعني دي فيك تيم دي فيك تيم على هاد التسيير الإداري اللي ما يشرفش الشركة وما يشرفش يعني الإمكانيات اللي عندنا خلج احنا أنا حابين نعطوهم مية بالمية لكن شركة بهذا الإدارة ما تخليك تعطي حتى عشرين بالمية من طاقة نعطيك مثل مثال مثال بسيط يعني تفضل المجلس مساهمات مجلس مساهمات في كل شركات أو كل إدارات في الدولة حتى في الوزارات يعني موجود بمحمية من عند القانون العمل والوزارة العمل احنا يعني تخيل أنه في شركة تقريبا لنا ثلاث سنوات وهو مجمد مجمد من ضرف الإدارة يعني من طرف الإدارة صندوق صندوق تخيل احنا نكوتيزي يعني في هذا الصندوق وهو مجمد من طرف الإدارة فالتسير الإدارة والاقتصادي والاقتصادي للشركة للشركة ما عدا هذا هو الوزارة هذا هو الوزارة المخول له يعني يطالب المدير العام أو الإدارة يعني بوضع كل الأوراق لعمل تشاك تشاك على الأوراق وتقارير المالية التقارير عنده الحق النظر لكن مدامهم وقف مدة ثلاث سنوات تخيل يعني الإدارة تقوم بالعمل لوحدها وبقرارات فردية وتعسوا فيها وما عدناش الحق يعني حتى نشاركه في طيب قلت هو مجمد هل هناك امتيازات لتعطى بالطبع بالطبع تخيل يعني احنا كوتيزي يعني الصندوق فيه دي مليار لكن في المقابل هل هناك هل يصرف من هذا الصندوق أم لا هو ما يقدرش هو قانوني ما يقدرش يطلع منه الصندوق إلا ب بإمضاء النقابات لكن تخيل يعني أعضاء احنا نحن 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 نكون يعني في مستوى يعني العادي ما نشطل بين أعطي أعطي الخدامين حقهم خاصة ببساطة هذوك لشوفر والتكنيسيان وكاين سرقة الناس يعني لمحتاجين لهذه الإعانات نحن ممكن كطيارين محتاجين لكن نتاني نتاني محتاجين وحبت نذكر في هذه النقطة تقريبا مدة سنة من قبل ظهر المسؤول الأول على الشركة وتكلم أنه طيارين قاموا بطلب رفع أجور رفع أجور وأنا نتحداهم نتحداهم كان قبي وأنا عندي عشر سنين نقابة في طائرة وكنت رئيسها وكنت أمين عامها يعني يعني شارك في كل لم تقدم أي طالب ونتحداه لو يجيبنا ورقة باللي يعني قمنا بطلب برفع الأجور عمرنا ما تكلمنا عن رفع أجور طيب بعيدا عن هذا كان شرط واحد يعني تحسين ظروف العمل تخيل أخر مرة تكلمت معك أنا جيت كل يوم يعني كنقابة 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 يعني كنت حاب يعني من الأحسن يعني نجيك بطيني أوفيسيال يعني مفروض يتكون بعد التصريح من عند المسؤولين لكن تخيل تكلمت معك أخي آمين لها تقريبا في العام اللي فات في أكتوبر وتكلمنا على المشكلة لتوني أوفيسيال يعني بدلات الرسمية أين وصلت القضية في هذا الإطار للآن اليوم رأنا يعني 3 مارس 2019 للآن ما تحصلنا على ولا شيء كيفاش إدارة يعني تقول متأخر مفروض هي 4 سنين من 2012 أخي الكاري من 2012 الآن عطونا إنسل توني لأننا نمشو بها الآن يعني كيف هل هذا يعقل يعني تروح لطيارة تلقى كل واحد شائري ينتوني مليطرانجي كل واحد كيفاش كل واحد يصنف كيفاش وحتجينا آخر مرة كنا نطير في الطائرات بدون بدلات رسمية وكل السلطات يعني الدولة شافوا هذا شيء وهذا ما يشرف يعني لا شركة ولا دولة ولا مؤسسة صورة المؤسسة في العالم صورة المؤسسة يعني يعني كنا رحوا صفيرين أعطانا وعود باللي ماكسما مدة شهر أو شهر ونص رنفس شهر والصيف جاي يعني توني دي 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 بسناء البسناء يعني توني بسناء ولم يحل هذا المشكلة لم يحل المشكلة الآن وزاد المشكلة صار يعني أكبر ونسكر وكل ببان الحوار يعني ثلاثة نقابة نقابة لحد ساعة لم تقدم لكم الشركة بدلات رسمية هل يعود هذا إلى نقص موارد مالية أم ماذا أخي الكريم لو كان عندي لماذا هذا نجاوبك يعني لو كان عندي اتصال يعني المدير العام أنا كنت نتصل به في تليفون وهو كان صديق يعني اليامات الأولى كنت على علاقة طيبة معه للآن نتصل بهم نبعتول مساجات رسمية للآن لا يردوا على الرسائل الرسمية يعني بالختم النقابات ومع أن نحط وزارة الوصية وزارة الناقل وزارة الينرجي يعني وزارة 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 وحتى الموديل العام للصناة لكن لا يوجد رد هل يعقل أن نعطي لمسؤول يعني الحق أنه يعني يعمل بسلطة فردية بدون مشاورة احنا بالفرنسية يسمون شركة 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 اجتماعي على ما سمنا شركة أنا نشاركك في القرار نشاركك مش في القرار يعني نعطيك نصائح سمح هذا تسلط في السلطة التي تتكلم التي تتكلم عليها تسلط في السلطة أنا حبيت نشاركك طيب أنت تقول لحد ساعة لم نفهم لماذا نقص موارد مالية أم إلى ماذا شركة تقدر تشتري ثلاث طائرات ما هو التفسير بوينج 300 مليون دولار تخيل أخي الكريم شروى في سنة اللي فات وانا كنت شخصيا كنت مدعو الطيار الوحيد اللي كان مدعو في هذا الصفقة في الإمضاع الصفقة مع الأمريكان كانت معنا السفيرة الأمريكية في هذا الوقت خدمات بملايين دولارات ويدخل أموال محترمة كيفاش ما تقدش تأمن بدلة مش غير الطيارين أخي الكريم مش غير الطيارين الطيارين المضيفين حتى اللي جون تصول يخدموا في بدلة رسمية أو البدلة الرسمية للشركة ربما كل معنى كل فئات طيارين مضيفين فهمنا لكن إلى ما يعود ما هو تفسيرك لهذه القضية تفسيري أنه حتى لو كانت ما عنديش معلومات رسمية لأنه ما عدناش اتصال بهم لكن هذا كله نتيجة القرارات تعسفية الفرضية لو كان خلونا على الأقل ساعدناهم لأنه قبل ما يجي هذا المدير ممكن له سنتين ونص عدنا تقريبا 12 سنة بنينينا الشركة طوبة طوبة فهمتني عشي قلت لك أنا يعني احنا مدابين صمعة الشركة تبقى كما كبرنا شركات قبل وكنا فيهم شاركنا فيهم مساهمنا في التطور تاحهم لكن لو هما قدروا قدروا المجهودات عن الناس وخدروا الناس كلهم يعني الإطارات يشاركوا يشاركوا صدقني والله العظيم نقدروا نخدموه نعطوا 150% من الإمكانية من الإمكانية تاعي هذا كله الجزائر الحبيبة كوطن والمجتمع الجزائري فهمتني الآخر مرة نحن قمنا بمشي بدبرياج ولا بينغرف درنا احتجاج 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 أمننا فيهم الرحالات كلهم يعني كل الناس رحوا في الأوقات بدون تأخير حبينا نوصل الصورة يعني محترمة احنا احنا اطارات سامية في الدولة احنا لما نكون بالاحتجاج لازم نكون احتجاج محترم لنوصل المعلومة للمعني طيب ضغوطات أخرى ضغوطات النفسية رهيبة احكيت لك على مثلا نعطيك مثال يعني المسؤول هذا مسؤول التكوين القيارين لو يعني هو يتعامل مباشرة مع الادارة العامة يعني لو انت كنت يعني ارضخت للضغوطات تاحهم وطلبت تاحهم يعني ضد ممكن النقابات او يعني المصالح الشخصية ممكن يطلعك في القرادي أو يساعد هل هناك تهديد لطيارين للمظيفين للعمال في تهديدات معنوية وتهديدات يعني احنا بلغنا قبل اسبوعين بلغنا المدير مع انه مايرج بلغنا له برسائل خطية وعدنا لك يزيد الريسيبسيون يعني اوفيسيال اذيك لوكاشي نميرو الفيرانس بعتنا له وقلنا له نتعرض لتهديدات رهيبة من قبل هذا الشخص يعني اللي هو مفروض يكون كمبيطان يعني يكون لماج تعل الطيارين قدوة الطيارين انت مفروض باش تكون طيار او تكون طبيب لازم جيب واحد بروفيسور يعني في سيرة المهنية تكون بيضاء ورقاء بيضاء ويكون يعطي لأكزامبل يعني انت مفروض تحط لي واحد يعني دو خبرات يعني تجيب للإنسان اللي عنده طيب الحلول من أجل خروج شركة من هذه كل هذه المشاكل خاصة الحوادث احنا احنا هدوى يعني انا جيتكم اليوم لدقنا قص الخطر مرة تانية جيتكم هنا للستوديو المرة الأولى وهذه المرة تانية وان شاء الله الناس المسؤولين في هذا المجال يسمعو لنا اليوم لأن هذا ممكن الناس هدو يعني احنا طلبنا للإنسان المناسب في المكان المناسب وانحنا نستعدين في أي وقت نلبوا الدعوات التحهم ونشاركوهم في كل اقتراحات اللي ممكن تنتج بالسلامة والراحة للركاب والمسافرين حتى للشركة ممكن تعمل قفزة نوعية سواء في المستوى الوطني أو الدولي وأكد لكم بهذا الكلام أنه إطاراتنا في الجزائر يعني من أحسن من أحسن الإطارات في العالم وإحنا مدارسين ومتخرجين من أحسن أكاديميات في العالم يعني منها اللي تكلمت عليها تخرج منها نفسي من أكسفورد يعني مفروض أنه يعطوا للإنسان الفرصة اللي ينتج ويشارك ويساهم في تطوير الشركات خاصة شركة ومجار طيران للوطني والدولي والحفاظ على مناصب العمل وربح أكثر خاصة أنها شركة وطنية وفخر ربما شركات في الجزائر شكرا جزيلا لك سيد زياد غريسي نائب رئيس نقابة طيارين الجزائريين بشركة التسلي في باقي أخبار الساعة الاقتصادية الإخبارية قررت وزارة صناعة ومنجاب إطلاق حملة تحسيسيا مبكرة لجمع جلود الأضحي بتعميم المبادرة الحواجمية ولاية الجمهورية ومكانة العملية الأولى التي شملت ستة ولاية العام الماضي من جمع تسعمائة ألف جلدة وأكثر من أربعمائة ألف طن من الصوف تغتيار كمال جفة بعد نجاح أول مبادرة رسمية لحملة جمع جلود الأضحي العام الماضي وزارة صناعة والمناجم أولى على ست ولايات فقط وهي الحملة التي مكنت من جمع تسعمائة ألف جلد وأكثر من أربعمائة طن من الصوف كنا معاولين باش ننلم ثمينمائة ألف من هذه الجلود وصلنا إلى أكثر من تسعمائة ألف وأجمعنا كذلك تقريب أربعمائة طن تاع الصوف وهذه راح تعطي دفع جديد لصناعة الجلود في بلدنا سنة نبدأ من اليوم نظم أروحنا على حساب الوزارات المعنية وكذلك السلطات المحلية ورح نعموها على جميع الولايات تنتاع الوطن وبرغم من أن الهدف الأول من هذه العملية هو تطوير شعبة الجلود وطنيا إلا أن الأرقام الرسمية تتؤكد في كل مرة فشل السياسة المتبعة والتي لم تمكن من تصدير سوى جزء قليل من هذه المادة ربما نص لسنة ما عندي رقم ولكن ربما 2 ولا 2.5 مليون من هذه الجلود قادرين نلموهم وهذه راحة مرة أخرى تعطي دفع جديد لهذه الصناعة المائش كبيرة ربما 5 ملايين 10 ملايين دولار سنويا ولكن قادرين نمشيوا أكثر وزارة الصناعة والمناجم تعاول على الحمالات التحسيسية خاصة على المستوى المحلي لتحقيق الأهداف المرجوة وتوفير المادة الأولية لعديد الوحدات الصناعية التي ينتظر إطلاقها بولاية الهضاب العليا نعود إلى قضية شركة تصلي بعد اتصال من الشركة من قبل مدير الاتصال والإعلام بالشركة سيد بحار كريم مرحبا بك سيد كريم بحار سيد بحار كريم نعم مرحبا بك اتصلت بنا على المباشر نحن نتكلم على قضية حوادث شركة تصلي ربما هل لديك مدخلة في هذا الإطار والله تحدث عن حوادث ربما يبعث بالمشاهد إلى أمور لا يحمد عقباء على مستوى صورة الشركة التي تعمل جاهدة لتقديم صورة إيجابية للمواطنين الرغب من استقلال طائرات شركة طائران تصلي إلى أنه في ميدان طائران المدني مثل هذه الحوادث موجودة فيما يخص حادث انحراف طائرة من نوع بيتشكرافت 1900 دال اليوم على مستوى مطار ورغلا يعتبر حادث مثل معظم الحوادث التي تقع في هذا الميدان لم نسجل أي ضحية على مستوى طائرة التي انحرفت على مستوى المدرج بعد هبوطها بمطار ورغلا طائرة كانت قد أقلعت من مطار عيناميناس متوجهة إلى مدينة ورغلا قد وضعت قد تم وضع خلية أزمة على مستوى الشركة التي أشرف عليها سيد رئيس المدينة العام لشركة لتقص حيثيات هذا الحادث لا يمكننا لحد الساعة بإعطاء أي نوع من التفسير لهذا الانحراف الذي وقع هذه الصابحة نحن طرحنا سؤالا سيد بحر كريم نحن طرحنا سؤالا وقلنا هل هذه حوادث عادية أم تعود إلى نقص التسيير معي سيد زياد غريسي وهو نائب رئيس نقابة طياران الجزائرين بشركة تسييري هناك اتهامات من قبل نقابة للإدارة بسوء التسيير ما هو ردكم سيد كريم بحر والله هذا حديث يستوجب تقديم بعض بعض التفسيرات إلى أنه ليس من اختصاص التكلم عن أمور نقابية و أرغب في التحدث عن حدث السعة الذي هو انحراف طائرة على مدرج مطار ورقلة طيب سيد بحار كريم ربما كان قضية أخرى تكلمنا عنها هنا في بلاتو وزي نيوز شهر أكتوبر الماضي قضية بدلات الرسمية لعمال وطياري ومضيفي شركة تاسيلي ربما كان هناك كان هناك تصريح من قبل الشركة بخصوص هذه القضية اليوم بعد ست أشهر لا تزال تزال القضية تراوح مكانها يعني هذه قضية البدلات لمختلف الأطقم قضية يعني قضية داخلية يعني لا أرى توجه في تكلم عنها في قناة تليفزيونية مثل قناة جزير نيوز قد تم يعني إطلاق مناقصة وقد تم تعيين الشركة الذي يقدم البدلات وقد تم اختيار البدلات من طرف مختلف الأطقم وقد يعني قد جلبت إلى المستوى الوطن وعن قريب إن شاء الله تتسلم لمختلف الأطقم يعني ما فهمش لكن الحديث تعسى هو الإنحراف أو البدلات أو تسير لا احنا تكلمنا على الحوادث وتكلمنا كذلك التي تعود إلى الضغط الذي يمارس ضد العمال مثل ما يقول تقول نقابة شركة بشركتكم سيد بحر كريم نعم سيد زياد سيد بحر كريم يقول شأن داخلي وهناك إجراءات من أجل الحصول على البلات الرسمية هي إجراءات متبعة سيتم تقدمها للعمال أنت أخي الكريم سبق وانتحدثنا عن هذه المشكل يعني هذا المشكل بسيط من المشاكل العظيمة لها ست أشهر قال لك يعني ممكن بعد شهر أو شهر ونص أو ما يعني أكثر شيء شهرين هدي بدلة نحنا يعني طائرة تخيل أنه طائرة بوينغ قلبية كانت اليوم بعد سنة ممكن أقل من سنة يعني بنوا طائرات وجابوهم من أمريكا يعني كيف أشهدي بدلة قماش يعني كيف تتعطل لمدة ثمانية سنوات يعني نحكي لك ست شهور يعني من آخر مداخلة في تلفزيون لكن ثمانية سنوات لحد الآن وهذه صمعة الشريكة احنا تكلمنا عن البدلة بدلة طيارين وكل عمال الشريكة للآن ما عندهمش البدلة عندهم بدلات قديمة وكل شخص يعني يشتري البدلة اللي يلخصها به من هناك ما عندكم جهولة شكرا جزيلا لك هل تريد أن ترد ربما سيد بحار كريم في هذا الأطول كي أعطي الفرصة لكم شكرا شكرا للفرصة التي حتى وإن كنت قد اتصلت أنا بكم وليس العكس إلا أنه العمل النقابي هو عمل مكرس قانونيا أنوه بالدور وبأسلوب تعامل التي تعاملت به أطقم شركة طيران تصيلي مع قضية البدلات ولكنه نعتبره لا حدث ما عليش ما عليش تكلم لكن أسأ أعطي له الرد السيد زياد السيد المحترم نحن مشكلة البدلة تكلم تعليقين باختصار باختصار أنا سأعطيه حق الرد ما عليش ما عليش نحن تكلمنا تكلمنا القطع كل وسائل يعني الاتصال بين الإدارة الإدارة الوصية ومع كل النقابات مش غير النقابات لمدة تقريبا ست أشهر ما فيش لا حوار لا رد في التليفون كيف تقول لي تسيير فردي وصلت الفكرة هل هناك انسداد سيد المحترم هل هناك انسداد ما بين الإدارة والنقابة مثل ما يقول سيد زياد غريسي النقابي والله على ما أظن أبواب الحوار والتواصل بين مختلف مختلف الأطقم من النقابيين وفي يعني أقصاج نحي سيد غريسي لأنه زاميل في العالم في العمل أبواب الحوار والتواصل المفتوحة بين الإدارة ومختلف ممثلي العمال إن كانوا نقابات طيارين أو تقنيين أو عمال يعني الصل هذا ربما كان من الأجدر تحدث عليه داخل داخل المؤسسة ولكن لنقابة يعني طرق خاصة بها لتعامل مع مثل هذه الأمور شكرا جزيلا وصلت الفكرة سيد بحار كريم مدير إعلام واتصال بشركة تصيري أيرل الذي اتصل بنا شخصيا شكرا لك سيد زياد غريسي نائب رئيس لقابة طيارين الجزائرين بشركة تصيري على كل هذه التوضيحات في شأن